السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في روضة إنسان نموذجية اليوم سوف نتعلم مادة العلوم لطلاب الكي جي و طبعاً يا ميسر لنا عنوان الدرسي هو الفصول الأربعة الفصول الأربعة الفصول الأربعة طبعاً يا ميسر أعطيكم الفصول الأربعة ولكن اليوم سوف نتفصل الفصول الأربعة اللي هو فصل الخريق فصل الخريق فصل الخريق عيد وراء فصل الخريق فصل الخريق أحسنتم دعنا نتعرف على هذه الفصول ونظر عليها بالصورة طلع يا ميسر ننتبه إلى فصل الخريق نظر بالصورة ماذا عنا؟ عنا شجر يمس وعنا أوراق الشجر إياكم الأول شو ما الأوراق الشجر؟ يتساقط ما الأوراق الشجر؟ يتساقط أحسنتم إذاً في فصل الخريق طبعنا سلح نتحدث عنها تتساقط أوراق الشجر لدينا الصورة الأخرى إن هي أزهار أزهار تتفتح الشمس الساطعة وإشكمال الخضار موجود ما يعني عندي فصل الربيع فصل الربيع إذا فصل الربيع تكثر فيه الزهور والورود والخضار والشمس الساطعة أحسنتم نأتي فصل الشجاع فاصل الشتاء أحسنتم يا تدي طب نأتينا باصمة على عفر الشتاء احنا ما نعمل؟ طب ما نلبس ملابس خبها او ملابس ثقيلة أحسنتم ملابس ثقيية طب لماذا عمينتنا نلبسها؟ عشان تحميلها من البلد عشان تحميلها من المطار أحسنتم يا تدي طب يامس نحنا فاصل الشتاء ما نشرب؟ نشرب مشروبات داخية أم باردة احسنتم مشروبات دافئة يعني شخنا يا ميس طيب يا ميس كمان فصل الشتاء غير لك شو حنا ممكننا وكلك يعني بعض القطعين ممكننا وكلها فصل الشتاء مثل الكستنا احسنتم مثل البطاطة الحلوة احسنتم ممتازين نجي لهذا الفصل اللي هو فصل الصيف فصل الصيف يا ميس احنا نفصل الصيف شو نعمل فصل الصيف من رحل مننبسط منزور اقاربنا منلبس ملابس خفيفة ملابس قطنية باردة وكمان نبناول ايش الطعام مثل المظلجات اللي هي البوزة وكمان يمس المشروبات الدافئة اول للباردة احسنتم مشروبات الباردة وكمان يمس لازل نكثل من شد المياه في فصل الصيف عشان ما يصدها جفاف وكمان يمس تكون الشمس الصاطعة في فصل الصيف احسنتم ولكن اهلا رح نتخصص على موضوع معيات اللي هو فصل من هذه الفصول فصل الخليف فصل الخليف طيب يا ميس نيجي لنطلع على الصورة الموجودة لعنا طلعت على الصورة يلا ماذا عنا بصورة هاي الشمس وتكاثرت عليها الغيوم وغطتها اذا هاي هنا يمس الشمس تكاثرت عليها الغيوم وغطت هاي الغيوم ايش الشمس الموجودة في السماء اذا تتكاثر الغيوم حول الشمس في فصل الخليف احسنتم يعني بتغطيها الشمس وكمان تشتد الرياح شو الرياح يمس الهواء بس انتكليه هو تشتد الرياح اذا تشتد الرياح وتغطي الريوع الشمس احسنتم واذا كمان يا ميس؟ شو بصير عنا بالطيور؟ الطيور تهاجر تهاجر الطيور الطيور بريدة بتجمع بأقل وكل اي طوام يتروح على منطقة ثانية طيور تذهب بالبحث عن مناطق دافئة تبحث على الدفع تبحث عن الدفع طيب ممتازين وايضا الى انتبهنا بالاشجال وانطلع كيف كمان الشجرة طلع كيف اشجال رمائلة؟ ليه؟ من الرياح من الهواء يمس وكمان تتغيط انوان اوراق الشجر وتتساقط حسا ديتي طالب بسأني ليش همس تساقط اوراق الشجر؟ بحكيروا يمس من الرياح يمس من الهواء من الهواء البارد الشجر هذه اوراقها متحملت لان الوراق رقيقة فبالطيور هذه الوراق تتساقط وايضا يمس سبيجي وطالب كمان يسألني لماذا تغيرت انوان اوراق الشجر؟ طبعا يمس هذا الشجر ليش بحاجة؟ بحاجة الى الشمس والشمس الصاطع عشان يصبح لونه اخضر ونومه زاهي وحيو طيب يمس اذا غطت الغيوم الشمس اذا غطت الغيوم الشمس فبتقل الضوء ولا تحور عنا لأوراق الشجر الى الالوان المختلفة الى الالوان المختلفة وتتساقط اوراق الشجر طيب يمس عنا كمان في هذا الباصل المفصل الخليف فيه هنا بعض الاطعم اللي احنا بنوكلها مثل شو؟ شو بنوكل احنا يمس؟ احسنته نقل الرمان مع بعض الرمان وايضا اليقطين اليقطين احسنته من ترزين يا كيج اذا بسط الخليف تغطي الغيوم الشمس ويكتر كمان يمس عنا الرياح يستطيعين الرياح وهواء وكمان تهاجر الطيور اذا سألني طالب ليش يمس تهاجر الطيور لتبحث عن الدفء وايضا الافجار اوراقها تتساقط عن الشجرة بسبب الرياح والهواء ان شاء الله سألني تكون موضحين لكم الصورة اللي انا بفهمكم اياها هذه الريم الشرع مبسط لهذه الصورة تتكاثر الضيوم بالسنة مثل ما حكينا وتغطي الشمس ايضا تهاجر الطيور وتتساقط اوراق الشجر الملونة وايضا نأكل في فصل الخريب اللي هو الرمان واليقطين الرمان واليقطين هيك يمس نكون شارعين فصل الخريب ان شاء الله تكونوا فاهمين علي وكمان يمس في واجب بيتي صفحة 25 واجب بيتي صفحة 25 بتحملوا لي اياه يمس اللي هو يلطن الاوراق التي تشاكلها بالنوم نفسه إذا انتبهنا أوراق الشجر هون أصبحت فيه ألوان مختلفة بتحملي يا يرس والآن قد أتى فصل الخريب والجو فيه لطيف قد أتى فصل الخريب والجو فيه لطيف والجو فيه لطيف قد أتى فصل الخريب قد أتى فصل الخريب والجو فيه لطيف قد أتى فصل الخريب والجو فيه لطيف قد أتى فصل الخريب والجو فيه لطيف تتساقطوا أوراق الشجري بكل طريقت الواصل .... اشتركوا في القناة